رواية فريدة أستاذي المظلوم الحقيقة هي رواية اجتماعية تاريخية بتدور أحداثها في الفترة ما بين 1938 ل 1988 يعني 50 سنة من تاريخ مصر هنعرف أكتر عن الرواية من الأستاذة هيبة أحمد حسب وهي طبعا كاتبة الرواية اللي مشرفانا ومنورانا النهاردة في استوديو يحكى أنا أهلا بيكي أستاذة هيبة أستاذ راني أهلا بحضرتك أهلا بيكي وسعيدة جدا أنك موجودة معنا النهاردة الحقيقة أنه الروايات التاريخية الاجتماعية بيبقى فيها دايما برضو سحر خاص لأن زي ما كنت بقول في الأول الأيام اللي معاش نهاش ومشوف نهاش أحيانا الناس بتحب تقرى فيها وبتحب تعرف عنها أكتر وبتحب تتخربش كده في أسرارها أوقات احكيلي شوية عن اهتمامك بالتاريخ وليه اخترتي رواية تاريخية أنك تكتبيها هو اهتمامي بالتاريخ كان من وانا صغيرة كنت بقى دا سألته كده طب انت تعرفتي على جده إزاي طب كانت الحياة وفي وقتكو عاملة إزاي بتمشي في شوارع شكلها إيه مثلا لما جتي جهزوكي في الجواز كان الصندوق دا جوا إيه يعني الشغف بدء من بدري قوي نوعا أتعرف على مرحلة حقيقي ما شفتها ودايما بتسألي الجد أو الجد أو الحد الكبير اللي عايش الزمن اللي انتي ما عشتهوش مظبوط عشان تسمعي منه حكايات وتسمعي منه روايات جديدة أنا كنت بكتب وراها لا كان عندي كم سنة وقتها تقريبا مثلا من عشر سنين كنت بابتدي أسأل من إعدادي وثنة ويبقى بدأت أدون لأنه شوية بنسى الحاجات قالتها زمان وبعدين لأ طب أنا مش عايزة الحاجات دي تخرج من ذاكرتي فبتريت أكتبها وأحفظها وشوية بشوية لما قالت كده في مرة إنها تولدت يوم جواز الملك فاروق من الملكة فريدة حسيت إن المعلومة ما يفعش تعدي كده لما بدأت أكتب روايات أنا عارفة أن أنا في يوم هكتب رواية عن الموضوع ده عن البنت اللي تولدت في الشرابية في حي شعبي يوم ميلاد الملك فاروق والملكة فريدة والموضوع هي نفسها ما عداش عليها مرور الكرام يعني هي عارفة أنها مرتبطة بفريدة ويوم حدث فيه حاجة مهمة يعني يوم فيه حدث مهم بصر كلها كانوا بتحتفل بعد ميلادها ما يتنسيش بقى بظافت كده وقتها كانوا بيسننوا لطفل بعد شوية أحيانا بعد كم شهر وأحيانا بعد كم سنة فهي تسجلت رسميا في ديسمبر إنما هي مولودة في 20 يناير 1938 يبقى إحنا كده عرفنا السر اللي خلاكي تختاري اليوم ده تحديدا أو الفترة دي ده تحديدا خمسين سنة في تاريخ مصر بتكتبيهم ما بين أنك بتوسقي أحداث ماينفعش أنك تغياري فيها لأنها أحداث حقيقية وما بين خيالك أنت ككتبة عايزة تحطي التوتش بتاعك عايزة تحطي اللمس بتاعتك ترجمة نانسي قنقر